بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكو حلقة جديدة مع كورة كل يوم النهاردة الواحد سعيد جدا طبعا قبل الحلقة وهو فوز نادي الزمالك وصعوده إلى دوري المجموعات وصعود نادي الزمالك إلى دوري المجموعات ده مكسب كبير جدا إلى الكورة المصرية ومكسب كبير جدا لنادي الزمالك نادي الزمالك صعوده إلى دوري المجموعات حيبقى عنده ان شاء الله فرصة في الفوز بالبطولة وأيضاً أنتوا عارفين دوري الأبطال أفريقيا كل ما بتكسب في دور وبتوصل دوري المجموعات بيبقى فيه عائد مادي بالنسبة للفريق اللي بيوصل لدوري المجموعات فدي حاجة رائعة جداً وصول نادي الزمالك النهاردة بعد تعادله واحد واحد مع موليديد بجا النهاردة إن شاء الله في الجزء الأخير من حلقتنا هيكون معايا رؤساء أندية رؤساء أندية نادي المريخ، الأستاذ أحمد جوهر كمان هيكون معايا للأستاذ جمال عويس رئيس نادي الوام معايا الأستاذ صلاح بد رئيس منطقة بنسويف اللي خد قرار بترشيح نفسه فيه انتخابات اتحاد الكورة القادمة هنتكلم شوية عن الجماعية العمومية والتحاد الكورة والفترة القادمة انتوا عارفين مفروض فيه جماعية عمومية يوم الجمعة اللي جاية فيعني إن شاء الله هنتكلم النهاردة ونناقش بعض الجماعية العمومية يوم السبت هنناقش بعض الحاجات النهاردة بإذن الله في حلقتنا لكن نبدأ طبعاً بالزمالك ويعني مش حاجز أتكلم في أداء فني وهجومي والزمالك ما كانش بيهاجم والكلام ده لكن اللي مطلوب حصل النهاردة اللي مطلوبه هو أهم حاجة النتيجة هنتكلم بعدين يعني بعد ما هنشوف لقطات من المباراة ونشوف أهداف المباراة تشكيل زي ما قلت لكم برح بالزبط هو اللي بدأ أحمد الشناوي في حراسة المرمى وبنقوله طبعاً ألف سلامة والنهاردة الشناوي كان من نجوم اللقاء الشناوي في الشوط الأول مطلع ثلاث كور ما يطلعوش يعني ما شاء الله عليه أحمد الشناوي ولما جنش كمان نزل في الشوط التاني مطلع كورتين منهم واحدة صعبة جداً كان ممكن تكون الهدف التاني ليه موليديت بجاية لكن حطي إيده وطلع يعني هدف مؤكد ده النهاردة أقدر أقول نجوم اللقاء هو حراسة المرمى أحمد الشناوي هو جنش وعايز هنا أشيد بك